بسم الله الرحمن الرحيم وهذا ونحن في أول هذه الحالة فهذا يتطلر الحديث عن ما يعرف بالدعم نفسه حتى لا يقع الناس في هذه الآفة سنجتاز إن شاء الله آفة وباكرنا بهذا الالتفاف بهذا التضامن ولكننا سنظل دائما محتاجين إلى هذا الدعم لنواكب به كل هذه المراحل وهؤلاء الذين يحسون بكيفية عميقة وبألام ممضة بالقلق والحزن والخوف والذعر هم في الغالب لهم أوضاع خاصة لهم وضع في الغالب أسري حينما لا تكون مع الإنسان أسرة تحتضنه وتضمه وتسري عنه وتخفف عنه لا شك أنه يقاسي آلامه وحده وكثير من الأشخاص في غير المجتمع الإسلامي يختارون أن يعيشوا أساسا حياة العزلة والانفراد ولكن حينما توصد الأبواب تكون تلك العزلة قاتلة ومرهبة وحينئذ يشعر الإنسان أنه يتحمل كل هذه الأوزار وحده وليس هناك ممن يعينه أو يسانده ثم إن بعض الناس لهم وضع آخر وعدم الإحساس بالسند الخارجي وهذا أمر مهم جدا حينما يقع الإنسان في ورطة في مشكلة حينما تقذف به الأمواج إلى شاطئ بحر مهجور ويوجد على ذلك الشاطئ فلا شك أنه في البداية يسر بالنجاة أنه نجى من البحر ولكنه بعد ذلك ينتابه خوف آخر هو خوف الضياع على هذا الشاطئ لأنه لا أحد يعلم بوجوده فيه وحين ذلك يأخذ في إصدار حركات أو أشياء مما يمكن أن يستلفت به الأنظار فقد يكون ذلك برفع اليد أو بالصراخ أو بإشعال النار وما إلى ذلك في سعي منه لإعلام بوجوده فإذا ظهر له أن هناك سفينة أحست بوجوده وعرفت وجوده وأطلقت إشارات فإنه يسر بذلك سرورا آخر ويحيى حياة جديدة ويفرح فرحا عارما لأنه يظن أنه نجى منه فهذا الإنسان يظن النجاة ويطمئن لمجرد أنه علم أن هناك من رأاه فكذلك الإنسان حينما يعرف أنه يعيش هذه الحالة وأن هناك من يراه ومن يرعاه ومن يدبر أمره وهو الله سبحانه وتعالى فلا شك أن ذلك سيكون سندا قويا وباعتا على الإطمئنان إن القرآن الكريم أشار مرات عديدة إلى أن هذا الحضور الإلهي في حياة الإنسان واعتقاد الإنسان بالسند الإلهي شيء مهم ففي جميع الحالات كان الأنبياء دائما يستظهرون في الحالات الصعبة بالمعية الإلهية فأصحاب موسى حينما قالوا لموسى إنا لمدركون قال لهم موسى بعد ذلك كلا إن معي ربي إن معي ربي والسر كله في معي ربي وهذا أمر مهم جدا كرره النبي صلى الله عليه وسلم حينما خاطبه أبو بكر وهو في الغار وذكر له أن هؤلاء لو أنهم تقطعوا الرؤوس لا رأوا أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطمئنا فقال لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا ودائما هذه المعية هي السند وكان الله تعالى يجعلها جزاء لأهل الإيمان إن الله معا الذين اتقوا والذين هم محسنون وهذه المعية ليست صحبة ليست حضورا بلا أثر بل إنها المعية الإلهية هي مساندة وهي رعاية وهي دعم وهي حفظ فلذلك يحرص الإنسان على أن يكون مع الله ليكون الله معه ولكن الإنسان الذي عاش مع الله دائما والذي اعتقد كمالات الله ودرسها وعرفها يسهل عليه أن يستحضر معية الله وأن يجتاز هذا الانتحان ولكن إذا كان الإنسان أصلا لا يؤمن بهذه الصفات الإلهية فهذه مرحلة للدراسة إن الإنسان يجب عليه أن يقرأ وجود الله يقرأه وقد صار هذا الوجود ظاهرا معلنا وأصبح كثير من الناس يقولوا بهذا وظهر منسوب الإيمان في كثير من الشعوب في كثير من الثقافات لأنهم يقولون إن ما فعله الإنسان في هذه المرحلة انتهى ولكن كلهم ينتظر ما يمكن أن يأتي به الخالق سبحانه وتعالى يقولوا هذا الكلام غير المسلمين يقولون هذا لأنهم أحوج ما يكونون إلى أن يجدوا هذا الدعم وهذا السند فوجب إذن بالنسبة للمسلمين أن يكون لهم هذا الالتفات إلى هذه المعية الإلهية هذه المعية الإلهية مساندة وتأييد وفيها عصمة لهذا الإنسان إن الإنسان حينما يمر بمثل هذه المرحلة في مجتمعاتنا الإسلامية لا يترك وحده لا يترك ليعيش حياة عادية بل لابد أن يكون هناك من الكلام الخير الدائم ما يمكن أن يرجع إليه أيها السادة السيدات إن المسلمين كانت تمر بهم هذه الأزمات وما كانوا يقضون هذه الأوقات في لهو أو في استعادة الأرقام إلى أين وصل الوباء بل لابد أن يفعلوا شيئاً لأنفسهم كان هناك علماء كتبوا في التسريات عن الناس كان هناك أناس أنجزوا هذا ابن عاصم الغرناطي كتب كتاباً جميلاً جداً وهو كتاب موجود جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى وهذا كتاب أصله كان في المغرب وأخذ ونشر في المشرقي وطبع في ثلاثة مجلدات هذه فرصة لاستخراجه الآن من وسائل التواصل الموجود وهو كتاب ممتع لأنه فيه الفقه والعلم والأدب وأشياء أخبار بل إنه مرجع في تاريخ الأندلس في فترة سقوط هذه الدولة وفي حلول النكبات وقد كتب هذا للتسريات عن هذا وكتأ ألاس آخرون كتباً في الفرج بعد الشدة وكتب غير واحد من نحوي التوزري وهذا رجل أصله ولد في توزر ومر بالمغرب الأوسط وعاش مدة من حمايته في فاس وعنه قصيدة جميلة تعرفونها وهي قصيدة المنفرجة يقول فيها اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلجي وهذه القصيدة أو كلمة أشتدي أزمة تنفرجه تنفرجه هي أصلاً من كلام علي بن أبي طالب وأصلاً هي مما يقوله المسلمون بأن الشدة لا بد لها من زوال هذا اعتقاد المسلمين بأن الشدة لا تزول لا تدوم وأنها ستزول ولذلك عبر هذا بهذا الكلام الجميل حينما قرأ الناس هذه القصائد كانوا يقرؤونها وقصائد أخرى من أجل فتح المجال للرؤية الجميلة لإستجيازها إنسان لا يمكن أن يمر هكذا لتتحطم أعصابه وليقع له ما يقعون أن تصور شباباً مثلاً لا يتصل بهم أحد يعيشون وحدهم ربما يترددون على مواقع لا تفيدهم شيئاً كثيراً في هذا نحن الآن محتاجون إلى الدعم إلى الدعم النفسي وهو الدعم الذي ذكرت لكم بعض كتبه ما كتبه هؤلاء وأنا أقول إنها فرصة مناسبة أن يعود مثلاً الواحد منكم في المواقع ليستخرج كتاب زنة الرضا ويقرأه ويقرأه في مجدداته ليكتشف شيئاً جديداً وكلاماً جميلاً وقصصاً رائعاً موجود كله يدور حول هذا الموضوع موضوع تسريه نحن أمة لست أمتنا عاطلة أمتنا لها سند من الكتاب ومن السنة ومن الأدب الجميل فلذلك يجب أن نعود إليه وهذا هو تراثنا تراثنا الآن مفيد ويتدخل لينقذ ليخفف هذه الأزمة وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر